أهلا بكم طيب أجرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وأعادت انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة من جانبه أيضا أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من فخامة الرئيس السيسي الرئيسين أكدوا على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والتركي واتفقا على تدعيم أواصل العلاقات والتعاون بين الجانبين في هذا الإطار قرر الرئيسين البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء وهنا ينتهي البيان كما جاء بشكل شديد الوضوح يعني خليني أقولك ولو حتى تعليق بسيط جدا شخصي المتواضة دائما كنت أتكلم أنه فخامة الرئيس في رأيي أن له الكثير الكثير بل الكثير جدا من الإنجازات على كافة المستويات إحنا في مصر ممكن نبقى بنشوف إحنا المواطنين بنشوف إنجازات بتاعة مشروعات ضخمة مشروعات قومية عظيمة جدا ودايما أنا مصر على أنه لو لا هذه المشروعات إحنا كنا زماننا بقينا في خبر كان موسيقى